لكن اليهود كانوا هم المسؤولين عن المخطوطات كتابة العهد الأديم فكان عندهم مجموعة من الناس مش أي حد كان يكتب مجموعة من الناس اسموهم الكتبة والكتبة دول فقط هم وحدهم اللي كانوا يكتبوا وفيه أكتر من 25 احتياط كان لازم الكاتب لما يجي يكتب ينقل المخطوطة لازم يلتزم بهم مثلا يعني البرشمان اللي هو جلد حيوان لازم يكون من جلد حيوان معين لازم يحتوي على لما يكتب الصفحة تحتوي على عدد معين من الأعمالة تلاقي الصفحة دي زي دي زي دي كل سطر كان يبقى فيه حوالي 30 حرف كل عمود يبقى فيه حوالي 48 للستين حرف 60 سطر لما يجي يكتب كلمة الله لازم يغير الألم جيب ألم تاني ولو حد دخل عليه هو بيكتب ما يردش على حتى لو كان الملك نفسه فيه احتياطات شديدة تلهجة علشان مفيش كلمة تتكتب غلط ونجحوا نجحوا أنه فعلا بهذه الاحتياطات حتى لو غلط بالحرف لازم يدمر كل المخطوطة يرجع من أولا بجديد تمام لو طلع برة السطر اللي هو بيكتب عليه المخطوطة كلها تترمي ويبدأ من الأول فبعد ما يكتب ويخلص يجي اللي يراجع عليه فلازم يلاقي بالزبط تماما المخطوطة مكتوبة حسب القوانين اللي مخطوطة كانت القوانين صارمة علشان كده المخطوطات اللي موجودة مخطوطات صحيحة والكتاب اللي معانا مش ممكن أنا همس الكتاب وأقول إن ليه ألاف المخطوطات والكتاب ده يختلف عن المخطوطات مش ممكن يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة